ماشي 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 اهلا مجددكم بطبيعين تلفزيوني اليوم السابع احنا معيكم من حبيبات الحيوان من قدام قفص الشمبنزي جوليا ومشمش احنا جبنا لهم موز ورامنهولهم انا قدتهم كيلو الموز وباقي موزة في ايدي موسيقى اخوان رغم اشتركوا في القناة 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 بتاع حضيكة الحيوان الدكتور البيطري بيعمل لهم برنامج عزائي عشان طبعا ما يفضلوش كسلانين طول اليوم هاتبو兄 هون ها هاتبوذة اشياغي هاتبوذة سلم علي سلم علي اهو 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 اشتركوا في القناة حديقة الحيوان في الجيزة مشهورة جدا ممكن ياخد التليفون ياخد التليفون يطلع هو اللايز زعلان منها لا مش زعلان منها انت زعلان منها اه اه زعلان منها كده بجد بهديه شكرا هي ما بتجيش بوسة بقى. هي بتفت بس. ايبا. هتبوسة. هو اسمه ايه? زيزو اطلع العبكو. زيزو. هو مبسوط هنا? مبسوط ان انت بتتصور? اعمل كده يا زيزو. اعمل كده. سلم عليها. لا سلم عليها. سلم عليها. مش بوسة. ايوة. سلم علي. سلم علي. remember gonna get to it? اقدم انفها اصارت و اعنا فراد Ashe. ف nacتت ل 음ون الخارج. اوه اصلي اسف لقوا له. فاوه لأو عن اكتخانه. زعل مني زيزو زج Berush زجاج زجاج ز Sul خد ما انتعادش داري بين الواو والواو في الواوة دية خد همسك خد هاي خد هنا ابع بوسة سيمت للأستاذ عطول بوسة للبنين انت شربات بقى انت شربات خد يمسك خد يمسك خد يمسك خد اخد منOur غدا خد كي ياريخ بوسة انا خد كيت انت خد كي انت اياتي شوف الوضع. شوف الوضع? اه. شوف لي شوف لي الكف يا زيزو. فين? كده? بيعمل ايه بقى? زغزغه كده? اه. شوف لقى ايدي. شوف لي الكف يا زيزو. شوف هنا. شوف لقى ايدي. خلاص بقى خر يا جوني. خلاص انت مخاسمني? خلاص بقى زعلان شوف لي الكف. شوف لي الوضع. هد بوطة طيب. خد شوف لي الكف يلا. خلاص مخاسمني? شوفي لي الوضع يا جوليا شوفي الكف. جوليا مشغولة. لا لا هتاخدي الساعة انت حرامية ولا ايه? بس وقت قرس. حسب لحد. شكرا لحصن متابعة حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع ادي بوطة بقى للجمهور يا زيزو. زيزو بوطة. ايه ابعد بوطة يا ليا مش مش. ها يرجدت. شكرا لحصن متابعة حضراتكم متابعين اليوم السابع كنت معاكم من قدام قفص الشمبنزي في حديقة الحيوان في الجيزة أكلناهم موز وطبعا زي ما شفتوا وهما بيلعبوا ازاي وبيبعد بوسا وبيشوفوا الكف ويعني حاجة اخر جمالي شكرا لحسن متابك حضراتكم كنت معاكم هديل البنة تابعونا دايما في لايفات جديدة وإلى اللقاء